المسلم المتميز هدفه الله والدار الآخرة يعني يريد مرضات الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاته نفسه ابتغاء مرضاته يجي الحصول على مرضات الله هذا سيجعله يتميز لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا اسأل الله الفردوس الأعلى إذن يدفع المسلم إلى الطموح يريد المنزل العالي في الجنة لكنه يعني في المنزل العالي في الجنة يعتاج إلى عمل ولذلك فهو يريد أن يعمل ويعمل ينال تلك الرتبة العالية لأنه يريد سبعين ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ومع كل ألف سبعون ألفا المسلم المتميز يبحث وين فرص الأجر يعني من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبيع حتى تدفن كان له قراطان من الأجر اللي صلى عليها له قراط اللي تبيع حتى تدفن له قراط يصير له قراطان فهو دائما وين في مجال مرض فلان والله عياذته في سبعون ألف ملك يصلون عليه أنا أروح في أمشي أحصل خرافة الجنة يعني ثمار الجنة في مشواري ذاهبا وراجعا وعجلت إليك ربي لترضى الهمة والطموح لما قال عمر عبد العزيز إن لي نفسا تواقة تاقت إلى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها خلص بنت خليفة وأخت خليفة وتاقت إلى الإمارة فوليتها تاقت نفسي يعني فوليتها وتاقت إلى الخلافة فأدركتها وقد تاقت نفسي إلى الجنة فأرجو أن أدركها إن شاء الله هذه الهمة العالية اللي تجعل الواحد يريد أن يطوف الدنيا لأجل تبليغ الدين ما يكون محدود بشيء معين يريد أن يضرب بسهم في أبواب الأجر المختلفة شكرا